الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته لأيوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعليق بسيط على خبر زواج واحدة من البنات السودانيات بدون ولي والموضوع هذا الناس يتكلموا فيه كثير وأخذ حجم أكبر من حجمه زي ما بقوله بعض الناس لكن هذا الحدث له ما بعده يعني واكفين من وراه ناس واكفين من وراه أفكار ومجموعات وأحزاب عندهم أهداف معينة دارين صلى الله في الشعب أو في المجتمع السوداني لأن العلمانيين والشيوعيين والجمهوريين وبعض الملاحدة أو كل الملاحدة ومعامتان المجموعات النسوية والفكر النسوي والتحرر المرأة وقضية المرأة أو ثورة المرأة هذه المجموعات الفاشلة قاعد تتاجر بقضية المرأة قاعد تتاجر بقضية المرأة فيستغلوا الحدث ذا أو هم من وراء الحدث دارين ينشروا إن المرأة ممكن تزوج نفسها براء والكلام ده في الدين الإسلامي محسوم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي يعني مرأة تمشي تزوج براء دي ما في في الإسلام ما في لا أبو حنفي ولا أبو عرك البخيت النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي والنبي عليه الصلاة والسلام قال أي ممرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل حرام المرأة تزوج بدون إذن ولي ده كلام معروف في القرآن معروف في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومجمع عليه بين إمة الإسلام لكن الشيوعين حاولوا العلمانين حاولوا يستغلوا الحدث ذي في البداية لما قدموا البد قال لا تتكلم لبست لها طرحة كده وكوزتها نظام هي ممسكة بالدين وكده 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 محفظينها كلام نستوذات بعد ما فكت الشبهات وأثارت المواقع بتعطى التواصل وغيرها ثاني وما رقد انفكوا سائل لا طرحة لا حجاب لا غيره لا غيره فدي توريك إنو دي داريني قد بغرط يضربوا بيها أو يهدموا بيها مسائل عند السودانيين مجتمعين على سودانيين عندنا الكلام ده ما في ما في مرة بتتزوج سائل طيب أنا دار أعلق على بعض الناس القاموا بروجوا للكلام ده منهم واحدة صحفية قالت كلام غريب جدا جدا عشان تعرف إنو نازل واكفين من وراء الموضوع ده قالت أن تنتصر السورة يعني أن تنتصر قصص الحب الجميلة بلا عنصرية ولا ازدراء للآخر إحسان آدم بطل دافعت عن حقها في الزواج بمن تحب دون ولي حينما رفض الوالد زواجها بمن تحب لأسباب عنصرية قالت نعم لإسقاط شرط الولي شرط الولي ده شرطه منه؟ ده شرطه القرآن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي تكلام الرسول الرسول قال مرة ما بتتزوج إلا بولي ده قالت نعم لإسقاط شرط الولي لزواج المرأة في قانون الأحوال الشخصية يعني شوف النازل ما شير لي وين؟ يعني ما دي بس يعني ما بدافعنا لبيت دي بس لا لا قاعدين في البيوت دي الكلهم قالوا إسقاط حكم الولي في قانون الأحوال الشخصية يعني لقي دام أي بيت تقال إما لا يعاطل شماسي من الشارع مشو شربوا لهم شاي في تحت شجرة ولا في حتة يقول لك حين ده نزوج الولي وينه؟ يقول لك لا قانون الأحوال الشخصية ما فيه إذن بتاع ولي وكده المجتمع ما انتهى المجتمع كده انتهى قالت نعم لإسقاط شرط الولي لزواج المرأة في قانون الأحوال الشخصية في واحد تاني ملحد برضو برضو كلهم بتجرب القضية دي كلهم بتجرب القضية دي والغريبة إنه في وحدات من الجماعة اللي بيقول لك النسوية ولا الفيمينيست ولا الفيمينيستوية ديلك ناسا أمين شوقي والسجام رمات برضو أكفي معدي مع إنهم شايفين إن الزواج ذاته ما في لداعي ديك مش قالت أنا رافضة المؤسسة دي كلها المؤسسة بحري ولا قال كلها رافضة ما داير زواج ذاته لا دار تزوج ولا يزوجها ولا بتزوج راجل ولا غيره طيب إيهاب عدلان دا واحد ملحد ما مؤمن بالله ويسب ولسانه لسان ويسخ يحارب الدين ويحارب الإسلام قال قصة البيت قصة البيت الرائعة أها الاسم هي إحسان دي وزواجة من حبيبة الشردت معاو جوبة وصي حبيبة دا كالراجل إنت ما تمشي دا تعري تعريس البيت من أبوها كالراجل صحي صحي تعريس البيت من أبوها جاربا ما لك قال شردت معاو جوبة وزوج ديل يا خالبيت دي جميلة شكلا ووعيا طبعا دا من تلبيس الشياطين الشيوعيين الملحدين قاتلهم الله بيسموا قلة الأدب والإلحاد والتنكر للشريعة دا بسموا وعي شوفنا هذا المجار ما كيف قال الجميلة شكلا أتبدي جميلة شكلا ووعيا وسورية جدا وانا دا أسأل الشعب السوداني هل دي من أهداف السورة لأنه سليل الصعالي قدير بيقول لك دي من أهداف السورة وحرية وسلام وعدالة وضخطت السورة بيجيك الكلام بعش شوية بما فيهم القرائل عواليك الكبير داك برضو قال إحنا السورة دي جات حرية وسلام وعدالة وغاية دخل لك في المناهج قال الدين ما دا رينه طيب قالوا سورية جدا للحد الذي يجعلك تتمنى أن تكون حبيب المعادة ذاته يعني شوف ده داري بقى محل للزول دا وقال له كلمة كده وهناك كده الأهل والقبائل كلهم لو بيقيفوا ضد إرادة اتنين جماعتهم عاطفة صادقة يعني عندنا العاطفة والما يسمى بالحب والكطب بتاهم دا مقدم على القرآن ومقدم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي البداية الناس دين لما نجو والمشايخ والإخوان والدعاة قالوا ديل علمانيين وبحرب في الإسلام أغلبية الناس قالوا لا 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 وديل جدار يصلح البلد وديل ما عارف ليك وديل شوف ديل والكيدان كلهم حرب على الإسلام محرب على سنة النبي عليه الصلاة والسلام طيب عشان ما في واحد يجي تاجر بالموضوع يجي يقول لك ده موضوع كيزان وديل كيزان الكيزان ذاته متفقين مع الناس ديل بالمناسب في واحد كوز اسمه عمار السجاد هو الكاتب قال موضوع البدي ما عاو يستشنج يعني ما تزعل قصه ما تزعل قرار زواجة بيدها شرعا ومنطقا وعلى المجتمع السوداني مراجعة عاداته وتقاليده الزواج عقد والأصل في العقد أن يتم بين الأصلاء وهما الزوج والزوجة طيب بالمناسبة أنا في زواج بيتي سجود السجاد رفضت أن أكون طرفا ولقد وكلت عمها بنفسها وكذا وكلت عمها بنفسها يعني ده واحد من الجبهجية من الإخوان المسلمين برضو ما عنده مشكلة المرد عريس ساكت المجتمع ده كذا منتابع يعني أي واحدة اللي قتلاه واحد في الشارع تقبط ويمشي يعرسه بدون ولي بدون أي حاجة طيب فهدي نماذج من العلمانين البتاجر بالقضية دي ودير ربنا تبارك وتعالى قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صلى الله وسلم على محمد وعليه صحبه وسلم